اشتركوا في القناة باسم وزارة الخارجية الاثيوبية سعادة السفير دينا مفتي اهلا وسهلا سعادة السفير اهلا وسهلا شكرا على تواجدك معنا في منصة برايم ميديا شكرا جزيلا هياكم الله سعادة السفير الخارجية المصرية استدعت القائم بأعمال السفارة الاثيوبية في القاهرة على ما استند هذا الاستدعاء وما هو مضمونه ان اي سفير لدولته في الخارج يمكن استدعاؤه من قبل وزارة الخارجية في البلد الذي يمثل دولته فيه ويمكن استدعاؤه لطلب بعض الايضاحات او الرد على بعض الاستفسارات علما بان سفيرنا لم يكن متواجدا هناك وتم استدعاء نائب سفيرنا في القاهرة تم سؤاله حول البيان الاسبوعي لوزارة الخارجية الاثيوبية حيث تحدثت الى وسائل الاعلام وعدد من الصحفيين وكان استدعاؤهم لنائب سفيرنا هناك بشأن حديثي والذي اعتبروه مساسا بهم وهو في حقيقة الامر ليس كذلك بتاتا وقد شعروا بالانزعاج اثر ذلك حيث انهم يعتقدون حديثي موجها اليهم هذا هو الامر باختصار وافيدك مجددا ان استدعاء السفراء لبعض الامور هي مسألة مألوفة في الاعراف الدبلوماسية حتى انا عندما كنت سفيرا هناك اعلم انه يتم استدعاؤنا اذا ما ارادوا توضيحا لامر لم يفهموه يتم سؤال السفراء مثلا حول امور تتعلق بالبلدين ثم يتلقون اجابة او توضيحا حول استفساراتهم وحول الخطوة الاخيرة افيدك بانه قد وصلت الينا هذه الاستفسارات وتمت الاجابة عليها ما هو ردكم عليهم؟ الحاصل ان هناك بعض الاحداث والاشتباكات في المنطقة الحدودية بين اثيوبيا والسودان وما حدث ان هناك دخول من قبل عناصر الجيش وبعض من الميليشيات وتم الاعتداء على بعض المزارعين الاثيوبيين وهذا الامر المخالف للقوانين الدخيل على المجتمع الاثيوبي والسوداني والذي لا يعبر عن العلاقات التاريخية القوية بين البلدين يحدث في المنطقة الحدودية وحينما كنت اصرح لبعض وسائل الاعلام والصحفيين والذين كانوا يسألونني حول هذه التطورات اجبتهم بان هذا الامر ليس ارادة السودان وليس ارادة الشعب السوداني ولا يمكن ان تكون ارادة الحكومة السودانية ايضا وان هذه الاحداث لا يمكن باي حال من الاحوال ان تفيد السودان او تفيد اثيوبيا بشيء على كل حال اجبتهم ان هناك طرفا يبذل جهودا كبيرة لاجل افساد علاقات اثيوبيا بجيرانها لم اقم بتسمية هذا الطرف ولم تتم تسمية اي بلد دول الجوار عديدة لم تقم اي دولة بسؤال عن ما صرحت به على كل حال اجبتهم ان هناك طرفا يبذل جهودا كبيرة لاجل افساد علاقات اثيوبيا بجيرانها لم اقم بتسمية هذا الطرف ولم تتم تسمية اي بلد دول الجوار عديدة لم تقم اي دولة بسؤال عما صرحت به لماذا انزعجوهم واقدموا على تلك الخطوة لقد صعب علينا فهم ذلك اذا كان في التصريحات حقيقة يعلمونها في انفسهم فهذا شأنهم وعليهم ان يتوقفوا عن ذلك واذا لم يكن الامر كذلك فليس هناك سبب لانزعاجهم واقدامهم على تلك الخطوة وبشأن هذا الرد خصوصا تحدث سعادة نائب وزير الخارجية السفير رضوان حسين حيث ذكر ان السفير دين مفتي وهو يقصدني انا صرح قائلا ان هناك طرفا يبذل جهودا كبيرة لإفساد علاقات اثيوبيا بدول الجوار واردف قائلا ان تصريحات السفير دين مفتي لم يسمي فيها طرفا بعينه فلماذا يشعرون بانهم المعنيون بهذا التصريح ويقومون بالبكاء اثر ذلك ليس عليهم البكاء الا ان كانوا يشكون في انفسهم الا ان كانوا فعلا كما ذكر في التصريحات تم الرد عليهم بهذا المضمون وعلى كل حال نحن لا نبكي مع من يبكي نحن لا نتدخل في شؤون الغير نحترم باقي الدول ونحترم القوانين الدولية ونحترم قوانين الاتحاد الافريقي هذه الافعال ليست من عادات اثيوبيا والاثيوبيين وليس هذا ما يعرف عنهم اثيوبيا لا تعتدي على احد الا ان تم الاعتداء عليها ولا تواجه اي مشكلة حين ذلك في دفاعها عن نفسها اتهم البيان اثيوبيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية بشكل فيه تجنن على الاوضاع الداخلية او في توصيف الاوضاع الداخلية لماذا تتدخل اثيوبيا في الشؤون الداخلية المصرية وكيف ترون هذه الاتهامات في حال عدم تدخلها في هذه الشؤون من الافضل ان يجيبوهم على هذا السؤال لماذا لان عليهم ان يكشفوا عن الامر الذي يتعلق بسبب اتهاماتهم لنا وعن وجه الاتهام تحديدا لم نتطرق الى اوضاعهم الداخلية اطلاقا لقد تحدثنا بتصريحاتنا امام حوالي ستين صحفيا وصحفية ما قيل هو امر واحد فقط وهو ايضا ما صرح به فخامة رئيس الوزراء الدكتور ابي احمد وذلك حينما سئل عن الاحداث الحدودية بين اثيوبيا والسودان فقال دون ان يسمي طرفا بعينه هناك من يعمل على افساد العلاقات بين السودان واثيوبيا ويبذل القوة والجهد في سبيل ذلك هذا ما قلته انا ايضا ولم اقل شيئا اخر بهذا الشأن هناك مثل يقول الام السارقة لا تثق في اولادها ما يغضب اكثر انهم لم يتوقفوا عند هذا الامر فحسب ولم يكشفوا عن غضبهم فحسب بل تجاوزوا ذلك كله حيث ان ما ذكر في بيانهم امر يثير الانزعاج فعلا قالوا بان اثيوبيا في مأساة داخلية كبيرة اقول ان اثيوبيا لا تخفي الحقائق عن احد وتلتزم الشفافية حول كافة الملفات ولا يوجد ما يدعوها الى اخفاء ذلك عن احد اصلا لقد بدأوا بتوزيع المآسي في الاقاليم وذكروا بان هناك مآسي في اوروميا وغامبيلا وغيرهما واذا اطلعت على بيانهم لوجدت فيه تلك الاتهامات جزافا لا يوجد خطأ اعظم دبلوماسيا من التدخل في شؤون الغير بشكل سافر ما شأنهم بذلك كله ما الذي اقحمهم في شؤون الاخرين اوروميا هي اثيوبيا وكذلك غامبيلا وكذلك كل الاقاليم فما شأنهم هم ان الحكومة الحالية ملتزمة بقوانينها الشفافة والواضحة تماما وفي ظل هذه المتغيرات لا يوجد لدى اثيوبيا ما تخفيه وخلال العامين والنصف الماضيين لا يوجد امر اخفته اثيوبيا من الحقائق لقد سمحت الحكومة الحالية بعودة المعارضين واعطاء الحرية لكافة المعارضين السلميين وللأحزاب السياسية وذلك لتمارس دورها بجدية وإيجابية وحرية لذلك لا يوجد داع ايضا لتدخلهم في شؤوننا الداخلية وتوصيفهم لأوضاعنا ولهذا لا نصرخ مع من يصرخ ولا نبكي مع من يبكي ايضا اقول لك مجددا نحن نحترم القوانين الدولية ونحترم القوانين الافريقية وحتى عندما اسس الاتحاد الافريقي نحن من اسسناه وبلادنا هذه معروفة باحترامها للأفارقة وقوانين افريقيا بلادنا لا تعتدي على جيرانها او غيرهم ولكن نعلم من يحاول الاعتداء علينا جيدا اننا نعرف من يتحرك هنا وهناك لأجل ان يوقع بين اثيوبيا ودولة اخرى نعم اننا نعرفهم جيدا سنتابعهم سنخبرهم عن خطأهم سنخبر من يمكنه اخبارهم بهذا الخطأ ايضا واكثر من ذلك نأمل ان يتوقفوا عن ذلك نؤكد باننا لم نتطرق لهم وهناك مثل كنت اسمعه عندما كنت صغيرا حيث يروى ان طفلا اراد البكاء فاتت بقرة فداست على قدمه فقال اردت البكاء ولكن البقرة اوقفتني لقد تركوا البكاء على ما يوجب عليهم البكاء من شؤونهم الداخلية واتوا ليبكون على شؤوننا الداخلية اذا ارادوا التحدث هكذا بدون سبب ما فهذا من حقهم ويمكنهم ان يتحدثوا بما شاءوا ولكن دون اقحامنا في الامر ان هذا كله لن ينقذهم ابدا ما ينقذهم ان نعمل سويا وننهض سويا ان نتفق ونتوافق نكن احتراما كبيرا لمصر وشعبها وكذلك للدول العربية جميعا نحترم عاداتهم وتقاليدهم ونحترم دينهم ايضا ويجب ان نحترم بعضنا جميعا هذه رسالتي لهم مع كافة التقدير بيكم بيا نو كبانيو ومتا سين كبانيو عداي ساني سين كبانيو ام انتي ساني سومون دا كبانيو سوا عما سوتاتي والكبانيو وججراتشوك امنا وانتجدو كانوا دبرسو في بربان سعدت السفير ذكرت لك انهم يعني تحدثوا في البيانة الصادر من وزارة الخارجية قبل ايام ذكر بان اثيوبيا يعني يتهم اثيوبيا بانها تتبنى النبرة العدائية وذلك لتغطية المشاعر لتغطية المشاعر اذا صحت العبارة طبعا هذا كما ورد في نصهم لتغطية المشاعر وتأجيج النبرة العدائية على العديد من الاصعدة ما هي هذه الاخفاقات التي يتحدث عنها يقولون بان اثيوبيا تفعل كل ذلك او تتبنى هذا النهج من اجل ان تغطي على الاخفاقات الاثيوبية ما هي هذه الاخفاقات الاثيوبية التي يتحدث عنها المتحدث الرسمي باسم زارة الخارجية المصرية السفير احمد حافظ لا يوجد ما اخفقت فيه اثيوبيا على الاطلاق اثيوبيا تغيرت كثيرا عن السابق وتشهد تحولا كبيرا وفي الوقت الراهن اثيوبيا في قائمة الدول الاسرع نموا في العالم حتى في ظل جائحة كوفيد التي اغلقت العالم باسره اثيوبيا ظلت في قائمة الدول الاسرع نموا وهذه الدولة المذكورة ليست موجودة في هذه القائمة الامر الاخر اثيوبيا تتجه نحو الديمقراطية وتوسيع افاقها وضمان حرية الرأي والتعبير باختصار لا يوجد ما سقطت او اخفقت فيه اثيوبيا واذا كانت هناك مشكلة ما في جانب السياسة او الاقتصاد او غيرهما فان بلادنا تفصح عن ذلك بكل شفافية وتضع الحلول بوضوح تام من يريد ان تسقط اثيوبيا فانه لم يريد خيرا باثيوبيا هذا يكشف لنا ان هناك طرفا لا يريد فعلا اي خير باثيوبيا الذين يتحدثون دائما بان بلادنا تتقسم وان بلادنا سقطت كيف ينتظر منا لطفا او ينتظر خيرا من بلادنا هل يوجد من يصفع ثم يقول لك احسنت بصفعي في هذا الخد وإليك خدي الآخر فاصفع هل يوجد من يقوم بذلك لا يوجد طبعا ومن يعتقد بصحة هذا التصرف تنقصه المعرفة وقلة المعرفة لا يعذرهم اما انا فلدي نصيحة لهم توقفوا عن هذا السلوك فانه لا ينفعكم ايثيوبيا ليست كما تزعمون ايثيوبيا علاقاتها جيدة جدا مع دول الجوار ايثيوبيا تعمل مع دول الجوار في كافة الملفات ايثيوبيا تود ان تنهض بدول الجوار الاثيوبيون طيبون جدا انهم يحبون الغير ويحترمونهم ولانهم يحترمونكم وشعبكم توقفوا عن هذا السلوك فانه لا ينفعكم عودوا الى الطريق الصحيح والى التعاون المشترك وتبادل المصالح هذه رسالتي لهم ايضا سعادة السفير تحدث البيان ايضا حول بعض الاحداث التي تحصل في المناطق الحدودية مثل ما يحدث الآن في الحدود مع الاشقاء في جمهورية السودان الفشقة مناطق الفشقة اولا كيف تقرؤون هذه الاتهامات بان ايثيوبيا يعني هناك تصعيد عسكري وتوتر في الحدود وهناك ايضا مشاكل في داخل ايثيوبيا ما هو ردكم عليها وكيف تقرؤون هذه الاتهامات ردي هو ان الذي يسكن في بيت من زجاج لا يرمي الناس بحجارة واقول لك مجددا لا يوجد ما تخفيه ايثيوبيا فلو ان الامر حسب وصفهم لأفصحت عنه ايثيوبيا بكل وضوح الذي يزعم باننا نخفي ما نعاني منه من مشاكل فهو كما قلت لك سابقا يجلس في بيت من زجاج ولا ينبغي ان يرمي الناس بحجر لماذا؟ لانه سيهشم زجاج بيته لأجل هذا فان توصيفهم ونقلهم لوضعنا الداخلي خطأا لا يسرهم اطلاقا ولا يفيدهم بشيء ولا يخلصهم من مشاكلهم الذي يخلصهم من مشاكلهم هو ان يجنحوا للسلم ويستعدوا برغبة حقيقية لعلاج مشاكلهم وتعزيز العلاقات الثنائية بيننا وبينهم فيما يتعلق ببلدينا وان يأتوا مستعدين الى طريق السلام والتعاون المشترك وسوى ذلك فانه لا يوجد داع لممارسة الشر وهذا ما اقوله وحسب طيب سعدت السفير بما يتعلق بالحدود القضية الحدودية مع شقائنا في السودان ما هي اخر التطورات في هذه القضية الحدودية وما هو موقف اثيوبيا تجاه هذه القضية العلاقات بين اثيوبيا والسودان قوية للغاية الروابط التي بينهما متحددة وقوية ايضا هناك روابط تاريخية وجغرافية وعرقية ايضا وهناك تشابه كبير بيننا وبينهم في العادات والتقاليد وغيرهما وعندما كانت تحصل مشكلة ما لاثيوبيين في السابق عادة ما يلجأون الى السودان ليتلقاهم السودانيون بكل كرم ومودة ويحسنون استقبالهم وضيافتهم ويحسنون معاملتهم وكذلك فعل الاثيوبيون ويفعلون مع اشقائهم السودانيين اما بما يخص بلادنا فلا يوجد ما اقدمت عليه اثيوبيا للاضرار بالسودان او الاعتداء عليها تاريخ اثيوبيا لا يوجد فيه ان اساءت اثيوبيا فيه الى السودان ما يشهد به التاريخ هو حسن العلاقات والجوار مع السودان هناك امران اثنان يربطنا نرتبط فيهما مع السودان الاول سد النهضة حيث يربطنا مع السودان ومصر ايضا والثاني الحدود المشتركة وهذه الحدود المشتركة المعروفة اليوم لها مئة عام على حالها هذا وقلنا لتبقى الحدود على ما هي عليه ولكن لترسيم الحدود وتحديدها تفاصيل اخرى وامران اثنان الاول يسمى بالانجليزية والثاني ومعنى ان نضع هناك علامة معينة تفيد بان هذه الحدود لنا وان هذه الحدود لكم وهذه الحدود يطلق عليها وليس بمعنى لا توجد علامات حدودية لهذا السبب يوجد بعض التدافع بين الطرفين احيانا فتارة يتسلل مواطننا الى السودان ويدخلون الى الاراضي السودانية وتارة يتسلل بعض السودانيين الى اثيوبيا ويدخلون الى الاراضي الاثيوبية ايضا وفضلا عن الحدود بين البلدين فان هذا التدافع يحصل كثيرا بين اصحاب الاراضي والمزارع في البلد الواحد وبين المزارعين ايضا وهذا امر طبيعي وازلي في اكثر المناطق الحدودية في العالم الحل لهذه المشكلة هو الحوار والتفاوض لحل هذه المشكلة ايضا تفاصيل كثيرة منها النهايات الحدودية او ما يسمى باوندر كوميشن هذا يعني تعيين الخبراء واطلاعهم على الحدود وتم العمل على ذلك والعمل على ايجاد الحلول لهذه المشكلة واثناء العمل على ذلك كله قامت اثيوبيا بعملية انفاذ القانون في اقليم تيجراي واثناء انشغال اثيوبيا بعملية انفاذ القانون قامت بعض عناصر الجيش السوداني وبعض الميليشيات ايضا واثناء انشغال اثيوبيا بعملية انفاذ القانون قامت بعض العناصر من الجيش السوداني وكذلك من بعض الميليشيات ايضا بالدخول الى الاراضي السودانية وتم الاعتداء على المزارعين الإثيوبيين وعلى حصادهم الزراعي وأفدناهم بأن هذا الأمر خاطئ وغير قانوني ويجب أن يتوقف وقد قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد دمكاموكونن بزيارة إلى السودان قبل فترة وجيزة وأخبرنا القيادة السودانية بذلك وبأننا ملتزمون بالحلول السلمية لهذه المشكلة وتم الاتفاق على ذلك وأثناء المضي قدما في تلك الخطوات وأثناء تفاهمنا على هذا الأمر حصلت آخر التطورات المعروفة في هذا الشأن نؤمن بأن هناك مرتزقة داخل السودان مما أدى إلى انتكاسة في تلك الجهود المبذولة بين إثيوبيا والسودان والتي يبذلها الطرفان لحل المشكلة بكل ود وسلام وهذا الفعل لا ينفع السودان أو السودانيين ولا يفيد الإثيوبيين ولا يفيد إثيوبيا أيضا ما يفيدنا جميعا هو تقاربنا هو التعاون المشترك فيما بيننا وأفدنا أشقاءنا السودانيين بأهمية العمل بجدية بأهمية العمل بجدية وبمبدأ علاقاتنا الأزلية وتم تحديد موعد للتفاوض بهذا الشأن سيتم التباحث معهم هنا قريبا هل تعتقدون أن يتم التوصل إلى حل لهذه القضية قبل المزيد من التطورات قبل المزيد من الأحداث التي نسمع عنها نعم نؤمن بذلك تماما لماذا؟ لأن تجربتنا الصادقة مع إيرتريا آتت أكلها لقد نجحت حيث انحلت المشكلة دبلوماسيا وسلميا كذلك الحال في الصومال حيث تم حل الأزمة بشكل دبلوماسي بل حتى في السودان حيث كان فخامة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد سببا في حل الأزمة وتوحيد الكلمة ولم الشمل لا يوجد ما تعجز عن حله الدبلوماسية بين الدول المطلوب هو الاستعداد مع الرغبة الحقيقية لهذا نحن نؤمن بأن القضية ستحل دبلوماسيا وعلى يقين بذلك سعدت السفير ختاما أسألك هذا السؤال كيف هي آخر التطورات بملف سد النهضة وهل ستقوم إثيوبيا بالملء الثاني في موعده المقرر إن سد النهضة بني ليتم ملؤه بناؤه وملؤه أمر واحد لا يوجد ما يقول ابن السد ولا تملؤه وهذا ما خططنا له وهذا هو البديهي إذا قمت بتسخين الشاي فذلك لتشربه وإذا أعددت الطعام فذلك لأجل تناوله إذا زرعت لأجل أن تحصد ما زرعت هذا كل شيء ستكون هناك بداية مفاوضات في هذا اليوم الأحد وسيلتقي وزراء الخارجية والمياه ولجنة الخبراء ولا يوجد ما يقال قبل ذلك هم يقولون بأنكم لن تقوموا يعني كثير من الأصوات تتحدث أنكم لن تقوموا بملء الخزان في الموعد المقرر قبل الوصول إلى اتفاق ماذا تفعل إثيوبيا في حال عدم مقدراتها في التوصل إلى اتفاق لأي سبب كان سواء كان بسبب تعنت سواء بسبب عرقلة المفاوضات أيا كانت الأسباب هل ستملأ إثيوبيا خزان سد النهضة لو لم تتوصل إلى اتفاق كما يقولون وما هي المشكلة في ذلك سأعيد لك ما قلته سد النهضة بني لأجل ملئه لهذا تم الملء الأولي في وقته المقرر وكذلك إذا جاء توقيت ملئه الثاني لا يوجد سبب يمنع هذا الأمر إننا لا نلتفت إلى ما تردده وسائل الإعلام لدينا مفاوضات مع أشقائنا السودانيين والمصريين وهذا ما يعنينا ولا يعنينا ما يردده هذا وذاك في وسائل الإعلام لا يوجد اتفاق على عدم الملء دون اتفاق مع أحد أما أن نملأ بإذن مسبق فهذه إرادة طرف آخر إنها لا تعننا بشيء وإذا جاء الوقت سنملأ الخزان حتما طيب شكرا سعادة المتحدث الرسمي باسم مزارة الخارجية الإثيوبية سعادة السفير دين مفتي أشكرك جزيل الشكر على رحابة صدرك وعلى هذه التوضيحات الهامة بشأن آخر التطورات في قضية سد النهضة وكذلك في القضية الحدودية وما ورد في تصريحات أو بيان وزارة الخارجية المصرية أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير شكرا جزيل مشاهدين الكرام حتى هنا تنتهي حلقة اليوم في هذه النافذة الحوارية كان معنا ضيفا عزيزا سعادة السفير دين مفتي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حتى ألقاكم في حلقة أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة